اتفضل ستة جانبين ما فعله اللي قاله انه نروح للقضاء يعني يعني القضاء مضمون هو بقول يجب انه يحول كل واحد على شبهة فساد للقضاء خلاص ما اقول لك يجب ان يحول لكن المأساة كمان حتى القضاء شو عملوا فيه اولا حولوا وعملوا قوانين ما قد تحولوا معظم القضايا لأمن الدولة وصارت كل اشي بدهم احكام جاهزة مسبقة على التليفون لأمن الدولة والناس من الاول يوم حتاجتها لأمن الدولة احنا بدنا القضاء النظامي حتى القضاء النظامي بحكومة سمير الفاعل لما طلع قانون استقلال القضاء الجديد تقريبا قامت انتفاضة قضائية بين القضاء الشباب حاولوا يصلحوا قبعوهم وسكتوهم وقعدوا وزبطوا الطابق وكلياتهم فأضعوا السلطة القضائية بالآخر السلطة القضائية الكويس فيها صار ساكت والفاسد فيها بقدر يتحرك فالسلطة القضائية نفسها مقموعة الآن حولوا أصحاب أراضي بالشمال استملكوها لأجل بناء جامعة عشرات الآلاف من الدنمات الأراضي جامعة آمت بأية أراضي علي أبو الراغم سجلها باسم أولاد أخوهم ناس ووزعها وعملها وقاعد فيها أجوني أنا وقت قضيتهم أنا قلت لهم روحوا أدموا بالقضاء راحوا على القضاء أدموا على القضاء القضاء طبعا هذه جناية كبرى سجلت محكمة التمييز آمت محكمة التمييز فجأة هذا حصل الثلاثة قبل ما السوري يعلن قراره أول انتفاضة جرت قدام محكمة التمييز أصحاب الأراضي اللي ماخدينها بديروها شركات أولاد أخو كلهم مع بعض صارت للعيلة فحولين التهمة من جناية كبرى إلى جنحة احتيال جنحة احتيال يعني زي ما تقول بيع هيك غشك بتكة صغيرة يعني جنحة احتيال فقاموا حرقوا صورته الصخصة قدام المحكمة علي أبو الراغب فاضطروا القضاء أدخلوا الناس وصاروا يسترضوهم يقولوا راح ترجع لكم أراضيكم معناته أصلا ما بيع قضاء لأنه القضاء كيف يحول أخذ رئيس وزارة أخذ أراضي مستملكة حتى بإسماء أقرب واستثمرها ومنسدين ما عبد يرجعها هذه جناية كيف يحولها إلى جنحة احتيال ولما يحتجوا الناس ويحرقوا العلم يحرقوا صورة علي أبو الراغب بيناديهم القاضي بقولهم راح ترجع لكم المفروض القاضي بيقرر ترجع لهم الأراضي بعد ما ينظر القضية ويشوف لها فاسدة وبيغرم وبيسجن اللي أخذها بفساد مش بيقولهم إياها جنابي على المكتب بس هذا اللي شو يسوي القاضي القضاء محكم منهم ستي أنت مرة بتتذكر في أحد اللقاءات حضرتك بتذكر كنت أتابك ما بعرف ياع الجزيرة قلت القانون لا يحمي المغفلين ويجب أن نعي في القانون وهذا على فكرة أكبر مقتل لقضايا طارت من بين من بين إيدينك لا 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 مش مغفلين أراضيهم استملكت من الدولة لإنشاء جامعة على عيني على راسي أنا بعضيك هلا بيتي إنشئ لي جامعة جامعة لهاي ممتازة لكن باقي الأراضي استملكت كمية كبيرة تأخذها وتوزعها على أراضي مدام في هناك محاكم هذا القانون عيني عينك من فعلها بتجرم ملاش هاي الأراضي اللي سجلت بيصب الملك لما تسألت عنها أنا عملوا لي إياها جنحة عملوا حيلة ثلاثة قوانين غير دستورية عشان ما أوصل المجلس أوكي طلع بالآخر دي وانا اعترف فيها علي أبو الراغب طلع على قناة رؤية وقال الملك هو اللي طلب مني أسجلها طلع بتوقية وحمل لي إياها سمير رفاعي مدير مكتبه وطلعها الديوان لا لا علي أبو الراغب ما قال هيك أنا شوفت أبو رؤية علي أبو الراغب قال اجتهدنا اجتهدنا وسجلنا ثم لغينا لا منرجع من شوف الحلقة قال هاي معي نسخة من الكتاب بطلب من الملك حمل لي إياها سمير رفاعي باليد بطلب قالها صحيح لما قالها احنا قلنا يعني يا سلام تجاوز هذا الإيطال تلس قلنا تعالوا نشوف إذا لما قاعد من الطمين جابوه يشير على وانخصاوني باجتماع شو يعمل القاضي العدل الدولي صار هو بدي يشير عليه نحن فقاموا آه شو قالوا في الاجتماع في الاجتماع هديكا فتحت قضية الأراضي نعم قاموا شو قال سأل هذا جرى وانتقل طلا أحمد عبيدات قال هذه الأراضي يجب أن ترد فقام قاطعوا علي أبو الراغب والدئيسة وزرائوتها قاضي دولي لا أقل كنت في وجود حضرتك ولا سمعتني سمع نقلا عن دولة أحمد عبيدات هاي بشهد فقاطعوا علي أبو الراغب قال له كان آيل أن الأراضي سجدت باسم الملك قال الأراضي باستثناء الأراضي التي سجدت باسم الملك والملكة والأمراء والأميرات لا ترد يعني أضاف إلهم قال الملكة والأمراء والأميرات والناس ما كان معها خبر الناس معزورة بعدين لما تحتاج ولا لا قالها علي أبو الراغب سكتوا عنها ما قالوا شي مش شئ بعد فترة أختار شي شهر الديوان اشتغل اشتغل طلع علينا بيان الديوان الملكي الحققنا ودقنا وتقصينا عمين تقصيتوا دقاتوا وهي عندكم الموضوع كله أنا رح أسألك شؤال لحظة لا لا خلي أكمل كثير مهم السؤال لو حملت حقيبة بس خلينا أقول لك طلعوا قالوا آه هالأراضي السجلات بس هذا اللي بتحمله اللي بتحمله الدستور بقول أن الملك لا يوحق اللي بتحمله هي الحكومة اللي عملتها الحكومة دائما ما أنت ما أنت ما عم تشاجلي علي ست جانس ما عدينها مستشار إذا وصلت أنت لدفة الحكومة دفت الحكومة وتكوني أنت على الدوار اللي بقول لك يا بتقول لي هذا هذا قانون ليش ما طبقته يا ديوان ملك طلعت وقلت صحيح هذا مخالف الحكومة لكن أنا ما تعدد تحاسبني حاسب رئيس الحكومة تفضل حيله هلأ هذا العمر اللي بتحكي فيه أي قصة أي سنة هذا العام الموضوع تقريب هلأ أنا 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 اليوم قديش بشهر 15 11 2012 يوم الخميس بكرة عندي جمعة وعندي الشارع زعلان ستجان وعندي المواطن الفقير زعلان والغني زعلان والمتقاعدين العسكريين وأنا بدي هون يعني لأني ضيفي يعني يعني ما بدي ياخد على خاطره مني لأنه أنا كتير فيه أسئلة المهمة بدي أحكي لا بسيطة بسيطة أحكي لبعالف يعني بالأخير بالأخير فيش بيت ما في عسكري متقاعد فيش بيت إحنا الأردنيين مين خالك وجدك كل متقاعدين لما نحكي متقاعدين عسكريين كل واحد لازم يحسب حساب في الدوار الرابع أو مسؤول هل وصلتم فعلا لمكان تستطيعوا أنك تأكدوا كلمتكم كمتقاعدين عسكريين ولا في هناك اختراقات أعطيك بالآخر يعني يا سيدي بصراحة أنه إحنا لما طلع بيان واحد أيار عملت الدولة وأجزتها بعد شهر مش على تشكيل لجنة ثانية على تشكيل وهي بعضها الصحيح بعضها هي لجان سحيجة نطلع إحنا بيان مطلوب فيه موضوع معين بالإصلاح بيطلعوا ضدنا بقولوا هذا الحكي مرفوض وإحنا ولاء وانتماء ومن السواليف اللي أنت عارف لكن المتقاعدين العسكريين هم مش معزولين عن الشعب مين المتقاعد العسكري زي ما تفضلت في كل بيت أردني في متقاعد عسكري هذا المتقاعد اللي راتبه 250 دينار أو 300 دينار قاعدين بيطلعوا بقولوا للدولة زيدوا راتبنا عن 300 دينار هؤلاء لما بكرة تجي استوانة الغاز بدوا يشتري 10 استوانات غاز أنا على افتراض أنه بدوا يشتري 10 استوانات غاز في الشهر للطبيقى وللتدفئة بس يعني حسبه لا يمكن تمشي بس بدي أفرضها 300 دينار بدوا 10 استوانات على نظرية أخونا رئيس الوزراء بدوا 100 دينار طيب بيظل معاه 150 دينار شو بده هنه مأكل هنه مشرب هنه مدارس هنه فواتير كهرباء شو المئة وخمسين دينار ما هو قاعد واحد مسؤول بيشتري حذاء بعتذر عن الكلمة بيشتري حذاء بربعمئة وخمسمائة دينار فالمتقاعدين العسكريين معبئين مثلهم مثل الشعب الأردني لا يختلفوا عن الشعب الأردني أقول لك بدي أتعدى أنا موضوع المتقاعدين العسكريين بدي أتعدى الجنود تبعيننا أخواننا وزملانا وأبنائنا هذا الجند اللي بأخذ 250 ليرة الدرك اللي بأخذ 300 ليرة هذا بكرة لما يروع عند أولاده ويقولون روح جيب صناعة غاز جيب خبز جيب كذا رايح يقع في الحقيقة رايح يقع في الحقيقة همه كدولة مش مفكرين إنه هذول الدرك وهذول العسكر مش أبناء وطن طيب هذول أبناء وطن شوف شو قال هاي قريت بلا يا مخرجنا شوف لي هاي حط لي ها هون حتى نكون اقرالنا يا ها المنزل شوف شو ما يقول التعويض النقضي أكبر بكثير من أي عبئ مالي ستتحمل الفئات الأكثر فقرا في المجتمع هلا بيحكي رئيس حكومة سادق مرشح مفلوز أنا بقرة جريدة نعم أنسور نقطتين كل فقير أو متوسط الداخل لن يصيبه فلس واحد من تحرير أسعار المحروقات ترى شو ما ناتو معنى تو عم بيقول لك اللي أنت قلقان عليهم يا دكتور علي لا تقلق عليهم تنين أنا الآن عمالي بحكي ما تقوله الجريدة ولست مدافعا لأن أنا متضرر كمان وفي لي أبناء طبعا عسكر وأخوان تنين بيقول لك أحذر أصحاب أجندة لم يستطيعوا خلال السنة ونصف السنة من الحراك تحقيق أهدافهم إحنا يا دكتور كنا هون قاعدين يوم الثلاثة وكان ضيفي معالي دكتور محمد نوحي اللي قضاء كان عندي الساعة سبعة ونصف بلجشنا نحكي عن الهجرة النبوية صارت أخبار الساعة تمانية بلجش يحكي دولة الرئيس تمانية ونصف كانت الدواوير عمان فيها أم مبارش منين إجت فيجاني خبر زي ما هلأ إجاني بيقول لي في مسيرة بحي الطفالة وفي ناس هلأ عم بتولع كوشوك وكذا يعني بالأخير ولعت كوشوك ويجيت على بيتك حرقته يا ستي وحرقت سيارتك وكسرت هل هكذا يعني هل هكذا توردوا الإبل يعني هل هذا بطبيعنا إحنا هل نرضى بهذا الشي أنا زعلان أنا زعلان ورافض وفيه بالمند حرمي وبدي أشوف الناس هاي كلها تنحط بالسجن بس هكذا يقتل هذا وينحرق هذا وفي ناس قاعد عمالها تحشد قبل شوي كان أستاذ الفاضل عدو جبهة عمال الإسلام يقول بكرة إحنا بدنا نعمل لكن أنا أطلب من الأخوان يكونوا كذا يكونوا هادين وراقين ما هو حكيت شغلة خطيرة أنت قلت الناس جي عالة طبعا ولو كان الجوع الفقر ورجل اللي قتلته يعني ما في الفقر ورجل الفقر وعدد من الرجال نعرفهم بالاسم لأنه هذا مش فقر إحنا بلد غني هذا إفقار طب لماذا لأنه يتبنى محامي قضيتك يعني الآن أي محامي يا ستي أي محامي أنا في عندي أضايا مسجلة في المحكمة لم تنظر ابتداء تجوير مع وثائق بختمة داخلية بـ 97 حطيناها لم تفتح القضاء ليست له حرية خلقوا هيئة مكافحة الفساد لي قيدوا أكتر اسألوا ما حال القضاء قلت لك شارفنا على انتفاضة قضاء وظنر ستقوم قريبا انتفاضة قضاء شباب شو اللي جرى عدوة مكافحة فساد استغلال وظيفة بسيمتريلات عين عينك بيعتقلوها يوم بيغيروها رئيس المجلس القضائي بجيبوها نفس الليلة برزعوها تكافح فساد بعدين محاميها ما بي عنده مادة يدافع عن اللي عملت سأقول لأنها متورطة فقال شملها العفو العام وطلع العفو العام ما شاملها القضاء عنا حاله مخزي يعني القضاء أنا بيقوله الحل الوحيد أمامهم أن يقدموا لكي نستطيع أن ننصفهم نفرز يعني عدس من زيوان زي ما بقوله أن يقدموا جميعا استخالتهم جماعية الآن لكي يفرضوا استخلالهم أنا أجل عبيتي قضاء شباب لما طلع قانون قالوا لي هالقانون انتم تعالوا فش فايدة في قرارات من نوع ما هكذا تولد الإبل وابتحكي لي على القرار أقول لك شغل القرار يجب أن يكون كما في كل الأمم المتحضرة بيد الشعب القرار هاي هي الديمقراطية القرار بيد الشعب لو الشعب ينتخب مجلس نوام من دون تزويرهم ولعبهم لو الشعب ينتخب الحكومة الحكومة ما بتتخذ هيك قرارات عم تحكي لي على هدولة قبل كم يوم مع مين تشاور مع مين اجتمع رحل الكل وناو يرفع الأسعار جابوا رئيس عشان يرفع الأسعار بس لها الدرجة بيستهيفوا بشعب كامل مع مين يجري مع مين يجري الحوار يعني الأستاذ عبدالله لنشور اعترف أوريشي عمره 74 سنة العمر قدامه كله عمر قدامه لما قال 24 سنة ستة تجان يعني لا تحكي عن شاب مراهق ولا تحكي عن شاب والله يعني اتشاب مراهق وعم بحاول يبني مثلا مجد الرجال يعني الله يرحمه جلالة الملك حسين رحمة الله عليه لما كان يقول نحن نعمل للأجيال القادمة لأنه كان يعرف أنه الأوساط والأعمار يعني هل من المنطق رح يسمعك الآن أي واحد ويقول هذا الرجال قاعد عم بيخطط لكمان 30 سنة ولأ 40 سنة قاعد إيجا أنت عم تقولي أنه يعني غبن يعني غبن أنت عم تقولي أنه غبن دكتور هل غبن هذا الرجال هذا عم بيحق لأس الوزارة لأبنه كمان ما إحنا عم تتورط لأس الوزارة وزيد الرفاعي لمين ورتها وكلهم لا يزال هل من المنطق أنه تكون فعلا الحكومات عندنا في البلد بيضلها تلف بيجي سليم رئيس حكومة برجع بيصير مدير جامعة برود يطلع رئيس دي وان برود يعني ما خلى في الأردن غير هال 3400 بني آدم رمز أنت كأردن يعني أنت كعسكري حضرتك كنت عسكري خدمت بهالجيش كذا لماذا ضليتك كمان 20-30 سنة وترجع على مستشار لماذا مثلا ما يطبق عناش لا يطبق عناش صحيح يعني خليني بس أرد على الكلمات اللي حاكيها رئيس الوزراء وأقول لك أنه ما قالوا رئيس الوزراء هو عن عملية تهريج لا أكثر ولا أقل صح هو مهرب سياسي رئيس الوزراء وأزيد على ذلك أمام الشعب الأردني هذا رئيس الوزراء اللي أربع حكومات لا يعطيها الثقة ولا يوافق على برنامجها الاقتصادي وبليلة ويوم بيطلع علينا وبقول العمل الوطني يستوجب مني أن أقوم بكذا هذا انفصام شخصية هذا يجب أن يذهب إلى طبيب نفساني حقيقة كيف تقنعني أنك خلافة أربع حكومات وبتأتي الآن وبتقول هذا عمل وطني لو كنت مكانه شو بتساوي دكتور لا يمكن أوافق على هذه النقطة النقطة الأولى دقيقة دقيقة حيث أن يكون واضح الأردن عم تسمعنا لو كنت مكانه ماذا تفعل أنا اللي بقول لك شو أفعله أفتح ملفات الفساد والشاب اللي حكي قبل شوي من المفرق بقول احنا بدنا هم اللي عندهم الملفات أنا ما عنديش الملفات الملفات موجودة بالوزارات وموجودة في الفوسفات وموجودة البوتاس يجيبوها ويفتحوها مش المواطن يشكه ويقول جيب اللي أدلة ما هو عندك كل الأدلة انت اللي وقعت وانت اللي تزورت وانت اللي كتبت المواطن شو عنده اشتركوا في القناة